الانضباط النهاردة برئاسة المستشار ساد البنداري وعضوية السادة القضاء أحمد مصطفى وقال يوسف وكريم سلامة قررت إقاف على عبد الحميد مدرب فريق شبان بدوي ومساعده محمد المرسي لطفي لمدة سنة إقاف إسلام الشنة وحرس مرمى الفريق عشر مباريات توقيع غرامة مالية على النادي قدرها خمسين ألف جنيه مع نقل ثمان مباريات له خارج ملعبه للتحاد كان أحال الأحداث تحت مباراة مركز شباب مينة سمنود وشبان بدوي إلى لجنة الانضباط أوقفت ياسر السنوسي رئيس نادي الرحلات تم المباراة وغرامة عشرين ألف جنيه نظراً لما بدر منه خلال مباراة نادي أمام المراغة في القسم الثالث طيب الحقيقة حد بعتلي النهاردة قال لي أنه الشخص الرئيسي في الأزمة كان يعني فلت من العقوبة وعندي الصور يعني الحقيقة بس هنا ده بعتبر حكم قضائي فأنا مقدرش عقب على حكم القضاء يعني ودي قرارات راضعة وده يؤكد اللي أنا كنت بنادي به والبعض دايماً يقول لك أنت بتصفي حسابات لا يمكن أن أصفي حسابات لو السمن طبعت في الأرض لا يمكن أن أصفي حسابات يعني هم بيقولوا أن هذه القرارات وفقاً لتقرير الحكم لكن فيه فيديو موجود ولما عرف أن فيه حد ضرب ده كمان لازم يتعاقب وأنا قلت هنا اسم الحكم وقلت الرجل ده دكتور وحاجة محترمة جداً أنا مبسوط أن لجنة الانضباط تشغلت أرجو أن لجنة تظلمات تجتمع وأرجو أن يتم تشكيل لجنة المسابقات يبقى لها واحد اتنين تلات اربعة دول أعضائها وكل اللي جان لجنة شؤون اللاعبين كل اللي جان يبقى لها تشكيل وتجتمع ويبقى لها دور لأنه ده مهم جداً الفترة القادمة حاجة تانية مفيش منع أنك بتاخد قرارات بتعمل تجربة وتطلع التجربة مش ناكحة زي أن انت بتقول أنه ماتشات الده أهلية لعبها حكم من الده أهلية ماتشات دوميات لعبها حكم من دوميات يا جماعة ماتشات الدور الممتاز دي بالنسبة لي اللي بيحصل في الدرجة التانية والتالتة ده إحنا بنهزر أنا أصلاً يعني كنت لعب في زيوت طنطة يعني فنادي قسم ثالث فعيشنا الحاجات دي كلها وشوفناها يعني فصحيح لعبت سنة في الأشبال لكنه دي أجواءنا ودائماً كنت بروح وراء الأندية الصغيرة كنت بروح وراء نادي طنطة يعني عادي إن أنا أروح أتفرج يعني فالمباريات دي صعبة جداً فقصة إنك تجيب حكام من نفس المنطقة هذا أمر يستدعي مرة أخرى إن احنا نراجعه إنه ما فيش مرأبين وإن المرأبين بيطلعوا من القاهرة هذا أمر يستدعي المراجعة مرة أخرى أنا أخلي بالحضراتكم بقالي كده إيه 15 يوم مهد الرتم خالص وبتكلم عشان نوصل فإن أنا أوصل إنه مصابقات الناشئين والشباب تعود من جديد قلب الحمد وشكراً لك يا رب يعني ده مهم جداً إنه أنت كنت حضيع موسم إنه عندي 2001 و2003 و2006 وتسعة وتسعين رجع الحمد لله النشاطات البراعي ممتع شغالة الحمد لله دنيا ماشية بشكل كويس أتمنى إنه ده يحصل يا جماعة الفترة اللي جاية وكل شوية حفضل أنبه للجاية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر